موسيقى انتو بنسبالي اتنين بنت اوكي ايجزامبل حلوة قوي لبنات كسروا القيود المفروض المجتمع الشرقي بيفردها او بيحطك في فريم انو المفروض تبقي جوا الفريم ده عشان تبقي بنت كويسة او يتقال عليكي بنت محترمة او بنت مؤدبة او بنت كويسة من اخر يعني انتو الاثنين قسرتوا الحتة دي واقبرتوا الناس تحترمكوا زي ما انتو لانا نفسي انتو تقولولي ازاي جالكم الجرأة ان انتو تكسروا القيود دي او تروحوا عكس ما الناس متوقع منكم عشان البنات الان شكل عمال فكرة انه ما تخافوش انو انو فكرة önce que او ريته نالتي تقولك انا خاف اعمل ايضا او اخاف اطلب اللي انا عايزان احاقح الني احاقح زي تي اقول لا اه على حاجات انا مش عجبانية او روحض Scholars انو يخافو انو هتقول ايه اهلي هايوه هعملوا فيها ايه هنجح ولا لأ كل بقى الكلام ده كله من الخوف من إيه اللي ممكن يحصل لو أنا عايزة أمشي وراء اللي قلبي بيقولي عمله صح عايزة أعرف إيه الحاجات اللي كانت المفروض أنتو الناس أتمنى منكم وأنتو قسرتوها يعني ممكن أبتدي مثلاً أنا بشوف خلمة كمان عملت في أكبر حاجة أنت زمان كنتي محجبة صح أتحقبت شوية and then I took it off وقبل عشان نفسي عملها تقول I took it off عشان أمثل لا خالد I took it off عشان my beliefs قريت شوية عملكي research ما عادتش أسمع من ناس أو مجارب ما شيخ بيقول عملكي research كل حاجة I've read a lot لحد متوسطت أنا مش عايزة أعمل ده وده before my acting كتستة في الجامعة التغيير يتغير وانا لما لبسته كانت صناعة كنت عايزة أعمله وكانت عايشها كنت لست في مدراسة عامة حاجة كده وساعاتها أهلي ما كانوش موافقين على فكرة وقلت لأ وقلت لأ وقلت لأ قلت لأ أنا عايزة وروح تسألت وروح تتكلم وقلت لأ في كل مكان ممكن الناس عفارت يعني أنا مش ضدوا على فكرة بس أنا لما قريت تفكير يتغير وقرأت إن أنا مش عايزة أبقى لبستهين يموع مش عمدت كده عشان أوصل لحاجة بالعاكد أنا مش خايفة نفوت حد يتنزل عن حاجة عشان يوصل لحاجة تاني ده كل لعبة موافقات وتشكير ثم بدأت الشغل بعدها تتانى نايف بقت تكني بس أنت أكيد كان عندك أنت حسيت أنت أولا أنت تحجبتي في سن صغير جدا ده أصلا ممكن تتكونش تماما ولما بتجبتي كل ما بتجباري كل ما أنت بتتغيري كل ما بتبتدي تقري أكثر زي ما أنت قلتي وفهمتي حاجات أنت كنت ممكن تكوني فهمها غلط عشان كان متنين تحجبتي شو؟ فأنت أكيد كان عندك الخوف ده أنا لما حفوك الحاجات الناس هتقول علي إيه ايه؟ حقاً أنا كنت فاكرني في الجامعة أنا عايزة أقول لك كل البنات اللي كان أصحابي سايتها في الجامعة أطعوا معي لفترة وتكلموا علي برضو بعدها في كم سنة؟ ولا واحدة فيهم محجبة أنت تفهمها؟ يعني الناس بتنتقد لمجارد أنت عملت حاجة عكسهم أو عملت حاجة هم مش مطرف عليهم أو أنت يكون مختلف عنهم فإيه ده بيبانك وإيه ده لأ وإيه ده مصطح بعد سنة سنتين تلاتة ما عرفش واحدة فيهم محجبة ده مش النقاش أو مش ده ده مش إن أنا عم بريكين بس أنا بعمل كده عشان أنا تفكيري اتغير عمدت كده عشان أنا مقتنعة بكده مش هعمل عكس إن أنا بفكر بيه لمجرد إن الناس هتتكلم عليه هتتكلم عليه إن الناس دول مش عايشين حياتي مش عايشين عايش بسي يعني اللي خليني أخد خطوة في حياتي إنو تبريك ده رول إنو ماتر وات إنت في آخر اليوم إنت لوحدك إنت هتنام وإنت تن يوم الصبح مستقبلك إنت لوحدك هم مش عايشين معيك في مرة تانية حد كان بعد ملد من الروز والعادات والطقاليد وما يصحش أنا فاكرة بعد بافيت بابوايا نزلت الشغل بعدها بسبوعين عشان أيهادتو فحد جاء قال لي فالما هم أنت إزاي تنزليش شغل بعد وفاة باباكي فوقتوله I'm sorry أنت نجن فيه معدلي at the end of the day يعني يعني في التفاصيل السخيفة دي أنا معرفش إزاي بيجي لهم قلبي صراحة فالما قصدي كانت في أي حد بيتكلم والله يتكلم زي ما أنت عايز بس أنا حالياً النهاردة هقولك إن أنا مبسوطة مقتنعة لو أنا عايز أغير حاجة هغيرها إن أنا مقتنعة بالحاجة أنت مش عايش معيني أنت كلمتك دي هتكتبها مثلاً هديني بس I'm doing other stuff in my life أنا مبسوطة فرخانة فيهم مقتنعة بيها بس إيه حاجات إيه تانية في حاجات الفاكرية ومواقف في حياتك كانت برضو يعني ممنوعة أو يعني أنا أفتكر إنتي مش عارفة لو في بنات تانية أو لا أبس إنتي من الناس المشهورة إنتي و لارا برضو مش فاكرة لارا أنت عملت كده ولا بس بينت كنتي وإنتي مساحبة عرفت الناس ليت مساحبة لا يا حبيبتي أنا تعلمت من زمان ما أعملش كده برافو عليك أنا بعد السؤال الثادمي خلاص أنا آخر مرة عملت كده بحضلت في حياتي يا اللهي أنا بقى أمريك نتعلم أسألي لسلمة السؤال ده أفروف كنتي تنسحيني يا لارا بقاد يا لارا أفروف كنتي تنسحيني أنا أفتح سكت يا سلمة كل الوقت أنا وأنتي كنا بنخرج مع بعض نتعلم بعض ونتكلم بعض ونتكلم بس أصبع كلمك بعد كده لا بس أقولك على حاجة بصراحة أكثر حاجة استغربتها سيبك من النس تزخالي تقوي MBCs landing سلمة مضيف ما صاحبة الإتالي لا وخاتبها وخاتبني كمان خاتبوني ويجوزوني بس أنا عايزة أقول حاجة هما بيقولوا خاتبها which is very annoying for me for society to be طول الوقت هنا في الوطن العربي بيقولوا خاتبها عشان بنسبالهم it's not right ويقولوا إن هي مساحبة بزرط؟ وده بيجللني بزرط؟ بزرط؟ أنا كنت مستغربة يا حبيبي ولا بتدبس هو قاعد هناك بيقولي أنا ماذا تدبس؟ ماذا تدبس؟ اللي هو يعني بزرط يعني خلاص ما فالش يعني هيتقالت فانت بس أنا ما استغربته بجدد قوي قوي وما جاءش في دماغي إنه ممكن الناس تعتارت يوجولي الرجل المصري لما يتجاوز واحدة أجنبية بيبقوا طائرين دي السماء وإيه ده وإنت يا ابني إيه عملت كده إزاي أول ما شايفوا إن الولد مش مصري إنه إيطالي إنت إزاي تعملي كده وإنت إزاي تتبق خلاص الجلم مصري خلصه وتهزيق تهزيق يا جماعة ومان الإيطاليين يعني مجرد إن ابنت عربية تخطب أو تصاحب أو تتدوج أو ترتبط مش هقول تصاحب ترتبط بشخص مش عربي دي كذكرتة بالنسبة لهم تي واحدة قالت لي أنا بكراهك عشان أنت خطبت براحد إيطالي هو أنت أولاً أنت مالك ثانياً ثانياً ليه 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 بجد ليه يعني هو الإيطالي ده مش كدته إيه أو واحد في مصري يا سيدي ما شوفتش حد مصري ينسبني خلاص فدي كانت حاجة ليش استيريوثي كانت بالنسبة لي جهزة المصريين كلهم مفيش واحد أولين قوي اللي بيبقى جوايا الصالوناتي ماشي؟ أو في جوايا الصالوناتي بس في بردو البنت والولد بيتعرفوا على بعض قابلها أوكي؟ أكيد ليه حاجة مش معقول ده من أيام أبا يدويسود يعني أفليم أبا يدويسود عادي جداً إحنا عندنا لغاية دلوقتي لا بلاش نعلن على الصحوبية أو ما يدفعش تقولي أن أنت بتحبي أنه عيب إزي أنت بتحقي الجرأة أن خدتي قرار أنا مش فريق لي أنا مبسوطة وبحب وأنا هحط على السوشيال ميديا عايزة بس أنا مش أقولك إن ده صح إن أعملت كده أنا يعني الواحد برضو يعني ناسة صحيتني إنه لأنها تدخلت بعد كده ليه سبتوا بعد ليه ليه فلو أنا كنت مثلا عايزة ما فكرش في الموضوع إن ناسة تكبرك إنك تفكرش في الموضوع فذي كانت حاجة مش صح لأن الناس بتتدخل فيها وبتتحشر فيها ولحد النهاردة لسه بتتحشروا فيها فذي كانت حاجة صح إن كنت نفقود أخليها بس لأنا ليه أخبدي؟ أنا لو أهلي عارفين و أهلي الولاد عارفين يبقى لي أخب بي على أي حد مش حاجة عيبي يعني التناس بتحبه بعدها But then it's human nature to love it's human nature to love, to fall in love, to fall out of love ما أحنا ما أنفاش نحب نحب أنتين واحد طول عمرنا طول حياتنا ومن أبنش ناس تانية في حياتنا اللي بيعمل كده في حياته تكون مجردًا 10 عاماً قريبًا لا تحديثة لا تحديثة لا تحديثة أكيد لارا وليلي أنت عندك برضو موكس كتير قوي غير أن أنت الحمد لله برضو أهلك نات ستيبل ودمخهم مضبوطة ونشد أي أهلي كتير قوي وكده أكيد أنت برضو المجتمع كان بأثر عليك أنت لوحدك أنت حسيت أن أنت you're breaking the rules أو بتتصري الحاجات بتاعت المجتمع وكذلك أكيد أنت أنا بالنسبة لي وإحنا تكلمنا في الموضوع بأنه وإنتي أشترين قبل كده أنا من وقت ما كان عندي 18 سنة وأنا كنت بعمل حاجات that was not expected of me يعني دخل في برنامج دخل في مجالي كان بالنسبة للناس اللحوالي قريبة أوين لأنه ليه عمل كده أو ليه أهلي يخلو بنتهم تعمل كده ويتبهي so exposed والناس يتفرجوا عليها وحياتي شخصية كانت تتفرجوا بزيادة ومن وقتها الدبالة بقى ابتدوا معي عشان مثلا في البدنمج دا أعني it's very public with my emotions with a certain person and vice versa وكان في double standards إنو عشان هو روزيلا وهو والد he can do no wrong he can do no wrong و I everything wrong falls on me يعني يعني كنت فأنا فكرة مثلا أنا أتصور with a fan that's a male والقام أنت تعملي وكان الاحترام ومشافئي وهو يتصور مع female fans and he's so nice and he's so friendly فبالنسبالي it was just very frustrating إنو I'm doing my job I'm living my life I'm being very respectful yet عشان أنا البنت أو أنا الست أو الفيميل in this scenario الغلاث لازم يقع علي أو المسؤولية لازم تقع علي which is not the case as much as it's frustrating لازم لفهم إنو if we إزاي سالما and myself مثلا if we want to change المنتالي to our الناس اللي حوالينا we need to start with ourselves إذو بني ذلك اللي انتو حسدو حواليكو إنو الرجل يعني هي من الفيرو البنت المؤدبة عايزة تتجوز البنت فيه فرق ما بين بنتها صاحبها وبنتها تجوزها صح؟ دابة بيجلن لني ما فيش فرق بس مش إنتو اللي مالت فلات بقى لأ هو الفرق عصف إيه فيه فرق بنت بتخبي وما تقولش الحقيقة وبنت بتقول كل الحقيقة بس إنتو بتخبيش حاجة وبنت تانية بتلافتخبي فايس آج صح طبعا أنا بشوف كده طبعا بس إنتو بتشوفوا الحاجة الموضوع ده كتير صح؟ إنو الولد يقولك في واحدة تتصاحب وفي واحدة تتجوز آه أكيد إذا أنا في نت كتير قوي تقول مش هتتجوز موستيلا ليه هتتجوز موستيلا عارفة إيه؟ عارفة إيه؟ عارفة إيه؟ يعني عارفة إيه؟ لما يقولي مثلا أصلا أنت بتتأخري كتير قوي عايز مراسة تبقى معي موجودة بتوحشيني مثلا فمش قادرة على الوائكينج عوز كتير تعيتها عارفة إيه؟ مش هتجوز موستيلا لما يعني أبنت بوزي تلأول كمية الناس اللي تتعطي تقوله والناس عارفها ومش ناس مسلا معرفاش ان انتا انتا really you're gonna go for her انتا مش عارة في الناس بتاعها تسافر بدي مخنية يعني look at what she does for a living يعني حياتها غير حياتك أنا انتو الاثنين أكتر ناس عارفين نانا لما مش باش تاهر وبسافر أنا بمع عادة في البيت مش بعمل حاجة يعني حياتي is boring as hell ف you cannot compare someone عشان بيعمله ايه as a for a living versus who they are as a person ما فيش علاقة عشان انتو الفكرة انو المغنية او الممثلة او اي حد بيشتغل في المجال ده بيكسر كل الحاجات الراجل متربي عليها ان المفروض حيتجوزها مفروض تكون معاك مفروض ان انتو قاعدة في البيت انتو أصلا تشتغليش ده أصلا لا ولو بتشتغلي بتشتغلي شغل او شغلينة that's either يعني لو هو he's accepting عشرة بالزبت بالزبت بستغرب قوي عرفة ايه ما تلبسيش ميو غير معايا الله طب من المبدأ انا 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 سابقا هناك انا سابقا انه اصلا فهذا هو كيف يعمل معي معي لو أنت و أنا لدينا بعض الروز في حياتنا قبل ما تجوزنا هذه الروز تستمر يعني لو أنا مثلاً قبل ما جوزتك سافرت الوحدي شو أنا أفضل أسافر الوحدي لو أنت عملت نفس الحاجة أنت هتفضل أن تعمل نفس الحاجة مش مثلاً أجلين يجو يرتبطوا مع بعض و أنت كنتي بتعملي كده ولده الآن أننا متجمحة أنت مستشفى موجودة مش غير لن يعني تعني بأي و أنت مستشفى موجودة و أنت تنمج بلغترض ربما تنمج بلغترض ممت� بلغترض لن تعني بلغترضك لن تنمج بلغترضك ما لي كده يا سلمة؟ إن حد يجي يقولك ما لي كده يا سلمة؟ لا ما مش... يعني أنا قلت لك قال لي كذا مرة مش هتجاوز واحدة ومستهلة خاصة يا عم ما تتجاوزنيش هتجاوز الإيطال طبعا إذا بالحاجة عبركو يعني نقول برضو الحقيقة أكيد كلنا في وقت ما في حياتنا إحنا دلاتي بنتكلم وشكلنا قوي أوي ويبروكي الرولز والعجاتي كلها بس ما فيش مرة في حياتكم حسيتم أنتوا اضطريتوا بتعملوا حاجات عشان أنتوا مش مقتنعين بيها بس طريتوا تعملوها عشان المجتمع إحنا في مجتمع شادي أعتقد كل بنت بتبقى خنق نفسها ودرجة الحرارة أربعين ولبسها زيادة عشان ما تتعكس فهي عاملة حاجة عكس اللي هي عايزة الملك فاهم قصد هي واللهي مش بقى قصد يعني هي سعادة كثيرة ببقى خايف ببقى لبسة أبطول في جاكت معافة العربية مش حايدة اللي بيس نفسكم ولا نزفوا الكاهرة أو بتاع عشان سواء المكروبات لما يعدي من جنبي أو عربية النقل اللي بترقى معدية من جنبي حشان ما رفعت أخايفة حتى لو مش بيعكسوكي بكلام هيا البطة البطة والستات كمان مش بسه رجالة البطة اللي بتماشى جنبك وتبسلك بطريعة مختلفة بطريقة مختلفة بطريقة مختلفة قبل ما تفكر وردتين هي لاب سيد طبعاً عايز أقولكو بقى على حاجة أنا كنت لسه نهارتا عاملة live مع راديو ستيشن في بيرلين بول بنات فامينيست يحاولوا قد ما يقدروا ان هم يتكلموا طبعاً على التفكت دي برضو ونا بنتكلم على حاجة مهمة وإن احنا اكتشفنا قص الفساد أو بداية المشكلة بتاعة البنات بتبتدي من زن الأمهات أو الأبعاد أو المجتمع أو أصحاب منطق أو يعني الناس من قاونا في طويل دي هتتجوزي إمتى عقبالك يا رب اشوفيك بقية العدل ياختي بقولك ايه أنا ماما مبارح قعدة مع صاحبتي صاحبتي قدي بالضبط هبتقول لها بصي مش كل شوية ترفضي حد مش كل شوية ترفضي حد الفرص دي مش هتتيجي بعدين لازم تتركزي تعصبت عليها تعصبت عليها تعصبت علي مامتي فبتقولي عشيك انا مش بكلمك قلت لها ما انا قدها كلام موجه لي برده ايه مش لأ ايه مش لأ ايه مش فاهمة يعني فأنا بشوف انه يعني اولا الابيوز والدفورس والسكشل والحالات بكلها ومشاكل اللي بتحصل في الجواز او مشاكل اللي بتحصل للسك بسبب انها مستعجلة على الجواز حين المجتمع هاي الاول انا والافلام طبعا في سوشيال ميديا وكل انا مثلا فيلم البنت الاخر من وياه صغيرة انا هستنى يجيلي يجيلي الهواء و بعد ما تلاقيش طبعا الهواء اللي انا انا ج purchasing بعد ما لقيش على العديد يعني زي ما بتقولي في البيت يعني أنا من عندي ما هنسى أول حاجة مامتي ألي تهي لذلك أنتم ش تتدود منذ الوقت سؤال الثاني تفتكرو احنا ما زل من الناس بتقول انه العدو الأساسي للمرأة هي المرأة نفسها يعني احنا كبنات مع بعض زي بنتكلم على بعض أو ازاي نحاول نكسر فرد احنا المشكلة أكثر ما راجب هو المشكلة أعتقد أنهم الاثنين الرجال المشكلة المجتمع المشكلة والستات كمان مشكلة مش بس عشان بدأتكلم على بعض وكندا ده أكيد غلط وكندا بس فيه ستات كتير قوي that are not feminist اللي هما شايفين كل اللي احنا تطلمنا عليه اللي راجل شايف كده في ستات شايفين كده موسيقى